أهلا بحضراتكم من جديد نكملين معكم أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي خبرنا اللي جاي متعلق بتنس الطولة رجال طبعا أسطورة النادي الأهلي سيد لاشين نادي الأهلي يجدد تعاقد معه السيد لاشين أحد أساطير طبعا سيد لاشين اللي واقف على شمال الكابتن رقوف عبدالقادر نجح أنه يجدد التعاقد مع سيد لاشين طبعا وده جاي بناء على توجهات الكابتن أشرف أفتاح المدير الفني نظرا لخبرات سيد لاشين الكبير عشان نكامل ونستمر في المنافسة والفوز بكل المطلقات المحلية أنا عايز أقول لكم طبعا كان كابت سيد لاشين معنا الحلقة القابلة اللي فاتت وشوفنا إزاي فازوا بجميع مبارايتهم السنة دي الحقيقة 3-0 وفازوا طبعا أكيد ببطولة الدرع العام الحقيقة حاجة يعني تشرف ومجموعة من اللاعبين يعني لو قعدت معهم تحس يعني قديه هما بيحبوا النادي الأهلي أنا عايز أقول لكم التجديد عقد سيد لاشين كان من غير أي شروط سيد ما حطش أي شروط وزي ما بيقوله مضع على بيادة النادي الأهلي واسترك تأدير النادي الأهلي أو ترك التأدير للنادي الأهلي هو راضي بأي شيء يقوله النادي الأهلي الحقيقة دي حاجة يعني ياريت الناس كلها تتعلم منها بالرغم من المبالغ اللي بتدفع في هذه الألعاب لا ترك إلى كرة القدم ولكن اللاعبين دول دايما بتلاقيهم بيقدروا النادي الأهلي وبيقدروا فضل النادي الأهلي عليهم كاميرا الأبطال كانت موجودة في طبعا توقيع السيد لاشين صورنا التقييدة نشوف ورجع لحضر الكتير الحقيقة كابتن سيد قيمة كبيرة داخل النادي الأهلي مش بس في لعبة التنس طاولة يعني عايز أقول لكابتن سيد من أقدم كبات الفرق الموجودة في مختلف الألعاب كابتن سيد اللي احنا بنحب تملي بيبقى نموذج يحتزى به في استمرارية وتسليم جيل للجيل الآخر النهاردة قبل ما يكون اللاعب الفني العالي المستوى هو راجل قائد بمعنى الكلمة تنطبق عليه الشروط اللي يجب توفرها لأي كابتن لعبة داخل النادي الأهلي أنا حضرت أول عقد سيد مضاء في النادي الأهلي والعقد ده أخر عقد اللي احنا وقعناه دلوقتي سيد طبعا من اللعيبة النادرة التكرار في الوسط الرياضي سيد منتهى الالتزام منتهى الانتزام قدوة لجميع زميله في الفرق عمره متأخر عننا عن فرقين النادي الأهلي في أي بطولة لعب معنا كل البطولات بلو 18 سنة بيشارك معنا في كل البطولات اللي احنا شركنا فيها وشارك معنا في فوز يمكن أكتر من 90% من البطولات اللي احنا لعبناها واخيرا من ضمن الحاجات النوادر اللي احنا متسايد معنا مكسبوا لعاب الصيني في بطولة لندال العربية اللي فاتت في تونس وكان معنا في الدوري من أسبوع بيكسب معنا آخر بطولة دوري عام كسبناها البطولة عبر كم 11 عبر توالي طبعا سيد لاشين هو كابتن النادي الأهلي اللي احنا اللي بنفتخر به جدا ومشاء الله سيد لاشين مهما كلمنا عنه حتى لو في برنامج كامل سيد لاشين اللي عامل النادي الأهلي والمنتخب مصر كتير جدا أكتر من الكلام ودي حاجة بسيطة جدا نحنا نبقى معاه ونحنا نحاول نعمل حاجة بسيطة جدا على اللي هو عامله في اليوم اللي بيجدد فيه تاني للنادي الأهلي سيد لاشين قريدي كده كده تجديده للنادي الأهلي هو مدى الحياة يعني الموضوع بالنسبة له عبارة عن حاجات روتونية ورق بيتميدي بس هو يعني جوه النادي الأهلي لحد آخر يوم ما يلعب فيه بينج بونج وأكيد أنا سعيد وفرحان يعني الموضوع بالنسبة لي مش هو بس يعني حبر على ورق تمام مش مش مسألة إن أنا حاجة جدد في الأهلي أنا قبل كده قلتها ده بيتي وأنا مش حاسب بيتي وما ينفعش أصلا فكر أصلا في الفكرة إن أنا ممكن أروح حتة تانية لنادي الأهلي هو بيتي وأنا برتاح فيه ومرتاح فيها الحمد لله وحبطل فيه إن شاء الله بإذن الرحمن فموضوع منتهي يعني الحمد لله ما كانش فيه فكرة أصلا هو أنا قلت بس ما مضتش يعني قلت لأنها قلت يعني اتكلمت مع الجهاز الفني عندنا وقلت لهم كان الكلام ده يمكن قبل ما الدنيا تقفل بيوم سفرت كان عندي مانش في أسبانيا وقلت لهم أنا جاهز إن شاء الله بإذن الرحمن عمضي تمام رجعت الدنيا قفلة خالص وأول ما فتحت وبس كان زي ترتيب كده بيخلصوا ألعاب ألعاب لحد ما جاءت دور علينا وموضوع ما خدش يعني خمس دقيق ربنا يخليكم لينا ودعيمين لينا وفي ظهرنا وبإذن الرحمن كل اللعايبة في النادي الأهلي قدروا يعملوا اللي إنتوا بتحلموا بيه واللي يخليكم مبسوطين ورفعين رأسكوا دايما أنت مشاجع للنادي الأهلي ده اللي إحنا نقدر نعمله لكم ربنا باري فيكم سيد لاشين الحقيقة يعني أسطورة حقيقية وحبنا لسيد لاشين مش بس عشان هو لعب فز وطبعا خد بطولات كتير وحطي نادي الأهلي في المقدمة سنوات طويلة لا حبنا ليه عشان اللي إنتوا شفتوه ده في التقرير إنه بيحب النادي الأهلي والراجل عاشق للنادي الأهلي الحقيقة الواحد بيصعب عليه لما يلاقي لعيبة بالانتماء ده والحب ده في الوقت اللي هم ما شافوش يعني خلينا أتكلم بصراحة يعني ما شافوش عشر الفلوس اللي بياخدها غيرهم ومع ذلك عندهم انتماء في الوقت اللي الغير بيبقى عنده يعني يعني بتعرض عليه ملايين الملايين ويقول لك أنا عايز أروح عشان الطموح يعني الطموح إيه اللي بعد النادي الأهلي يعني فيه طموح تاني إيه اللي بعد النادي الأهلي بتهيال يعني أنا ما عنديش كلام أقوله غير إحنا لو علينا يا سيد إحنا عايزينك تقعد تلعب معنا العمر كله والله يعني كابتن قصر بيقولون ده عقده الأخير أنا تمنى أنه يمضي سنة واثنين وثلاثة بس طبعا دي سنة الحياة